وعايزة وجهة ناظر فنان اشترك في هذه الحرب وده الجديد بالنسبة لنا النهاردة يعني كتبت كتاب عن هذه الفترة اسمه عين الصقر ايوه نور عين الصقر بالزبط وكنت قناص وبتقول انه دراستك للفنون الجميلة فادتك جدا تقناص كيف وطبعا في حاجتين الحاجة الاولى ان العدل اسرائيلي كان فيما يتعلق بعملية التمويه وبناء المواقع الخاصة بالجنود كان يعني بيتسم بالزكاء انا استطعت ان انا اتوصل الى يعني زي ما بيقولوا ايه يعني شفرة البرنامج الذاكي اللي بيشتغلوا به من حيث التمويه يعني هم حسوا ان انا عايش معهم في موقع الخط برليف في النقطة القوية في خط برليف لانه عن طريق الفن والخداع البصري استطعت ان انا اكتشف عملية التمويه المستمرة يوميا يوميا في الموقع يعني كيف عن طريق الفن والخداع البصري عن طريق الفن متعرف لجميع القناص بشكل عام انه لازم يعني يشاهد الهدف بشكل مباشر او عن طريق التليسكوب بتاع البندوية بتاعته بيحاول يبحث على خط الموقع العادو لغاية ما يكتشف جزء من شخص او راس شخص ويحاول يصوب عليه ده يعني العمل القنصي العادي التقليدي لكن انا لما اقتنصت اول شخص كان تقليدي فاكتشفوا ان فيه قناصين جدد في الموقع يعني احنا كنا اول قناصين ننزل يعني نضم لهذا الموقع بعد كده يعني احداثه نوع من التمويه بشباك تمويه والقناص بيبقى في حفرة بتاعته ويبقى تحت الشبكة وبيتابع او بيرائب بال يعني بالنضارة معظمة او بالباليسكوب بتاع السلاح القناصة او او الى وسائل كثيرة يعني فاقتنصت واحد اخر فيه تحت هذه الشبك وانا اكتشفتوا في الشبكة ازاي لانه الشمس بتشرق من خلف خطوط العدو فبيبقى فيه سلوت يعني بنسبالي شايف زي خيال الظل اسود فلما بيبقى في قلب الشبكة بيظهر شكل الرأس بتاع الجندي والاضاءة حوالين الرأس فبيظهر يعني بشكل واضح جدا انا بقى طبعا باستخدم يعني البيروسكوب بتاع البندوية بوي بقى اتأكد من عملية دي او بالبيروسكوبات الخاصة بالاستطلاع الجيش الكبرى لانها بتكبر اكتر وبتقرب اكتر فبتأكد فبقى تم التعامل مع هذا الهدب مباشرة يعني دراستك الفنية افادت فيها افادت ده في اكتر من كده كمان يعني هم طوروا اكتر تاني لمرحلة اخرى يعني ما يسمى بالخداع البصري ان انا بضع اشكال للشخص كل يوم يما يشوفها او كل من فترة الى فترة يشوفها خلاص بيلاقي نفس الاشكال ونفس العناصر موجودة فبيتع يعني يتخيل له انه هو انه بيدرك ان هذا المكان هو ثابت زي كل يوم تمام هم عملوا حاجة تانية بقى احتفظوا بالشكل الخارجي لبعض المواقع وجون في داخل هذا الشكل الخارجي احدثوا فجوات حطوا فيها مثلا على سبيل المثال برميل مفتوح من الجنبين تمام فاصبح الشكل العام بتاع الموقع الاسرائيلي انه هو ثابت لكن لما ندقق بالبيروسكوب في قلب الثوابت دي في الجزء الثابت نجد انه فيه فتحة على شبه برميل مضيئة مضيئة منين من الخلف لانه هو برضو مهما كان زكي لازم برضو يعني تفوتوا يعني بعض الاخطاء فلما يقناص في قلب هذي الفتحة البرميل ويصوب تجاهي فبيظهر القناص شكل شخص واضح قدامي بيتحرك في قلب هذا الضوء لان يمينه والهالة الضوئية حواليه فمأكد لي هذي الحركة وهذا القناص الاسرائيلي وتم اقتناص يعني احد القناصين من داخل هذا وهكذا يعني قعدت تستمر عملية التمويه وكأننا معاهم على طول وهم حاسين بي حتى توقفت يعني توقف الظهور تماما وتوقف القناص